عالم يوسف شهين عالم هو يوسف شهين حدوته هو والعالم بتاعه حدوته والفنانين اللي بيختارهم يوسف شهين يوسف شهين ما كانش بس بيعمل أفلام حلوة لكن كان عنده اختيارات لفنانين بعينهم كل واحد في دوره ومين يعمل ايه في الدور ده بنحتفل معاكم بذكرى ميلاد يوسف شهين بالأمس 25 يناير وطبعا خلينا في ضيافة فنان من كتيبة يوسف شهين ومن محبي يوسف شهين ومن اللي رافقه يوسف شهين الفنان ضيفي الجميل الفنان سيف عبد الرحمن مساء الفل مساء الجمال يعني بجد بنورنا وإيه الأفلام الحلوة والحاجات الحلوة الحمد لله أنا عايز أعرف كده أنا والمشاهدين من كلية الأداب قسم تاريخ لفرقة الفنون الشعبية ليوسف شهين ليوسف شهين حصلت النقلة دي ازاي وانت لسه طالب في الجامعة أنا كنت طالب في الجامعة وفي نفس الوقت كنت أحد مؤسسي الفرقة القومية للفن الشعبية كان بداية عظيمة الدولة قررت نتعمل فرقة لأن الفرقة كان نواري الثلاثة وخمسين فصرت عكاشة الفرما نور عليه الوزير الثقافة الرائع قرر نعمل فرقة القومية للفن الشعبية تمسر مصر وتسافر مصر وترفع اسمه مصر. وكان منحظي. جاب خبرة منحظ سردتي. وكان بتشتغل بتوازي فعلا مع فلقة رضا. اه. نفسي. على طول كان مصرح البقلون او المصرح السكندرية يوليو اغسس يحنا هنا يحنا هنا. اه. يعني شهر الرضا وشهر القومي. اه. وانا بعد على خاشمة المصرح. اه. يوم كده جميل سنة 63. فيه سعادة وفيه انطلاق وشباب. جه يوسف شهين بيعمل فيلم اسمه فجر يوم جديد. اه. وكان اختار الفنانة العظيمة سنة جميل. اه. وكان اختار نجم. بس سنة كانت شافة انه يعني صغير. اه. فجيه هو تفرج عليها في الفرقة القومية. كان منحظي. اه. فالمساعد بتاعه المدام بتاعه. قالوا له نشوف في الشاب ده. اه. فجالي المساعد في الاستراحة. وقال لي. استاذ يوسف شهين. يعني عايز يشورك بعد العرض. من يعني ما يتمناش او يحلمش. طبعا. يوسف شهين كان عامل صلاح الدين. طبعا. فاسم كبير بقى قوي يعني. صحي. اه. مخرج عبقاري وعمل شغل عهائل. و يعرفني او اشتغل معاه في فجر يوم جديد بطولة. اول مرة. فكانت يوم. هنا كانت البداية. دي كانت البداية. طيب. ومن ساعتها من اليوم ما تعرفنا عليه في مصر حالبالون سنة 63. بغاية اخر يوم في حياته. ما تفترقناش. خلاص. يا احنا مع بعض. بقنا عيلة. اه. يعني انا معاه على طول. طول اليوم. بتعمل معاه الافلام يا موجود في المكتب. على طول. اه. احنا انشأنا هو وانا افلام مصر العالمية سنة باردك 72. اه. كان لازم نعمل شركة عشان نعمل فيلم العص نفس الحكاية. فكان ما نحظي. انا عملت مع فجر يوم جديد. طب انت عملت عدد من الافلام المهمة. فيلم نادية. ما بعد فجر يوم جديد عملت على طول. نادية. مستجي. طبعا. 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 ط قصة حب جميلة. لأنه خلاص التكنولوجيا غيرت. غيرت. ما فيش ديات الجوابات. فيلم رائع. وتصور في الصحراء أعتقد أو في حتة. في فيوم مصورينه. يعني كان ساعتها لست فيلم الزربة مطلعش. أعتقد الجو اللي عمله حسين كمال في فيلم الوسطقي أعظم بكثير من فيلم الزربة. بكثير بكثير. حقيقة. وصلاح منصور وشكر سرحان. طيب وبعد كده روح. بعد كده طلبني أحمد بضرغال في فيلم ناجية. مع سندريلا السينما المصرية العالمية العبقرية. صحيح. مع صعاد حسن. وكانت اللقاء. ونور الشريف كان أنا ونور. صحيح. كلنا بنا هي كانت بتاعمل شخصيتين. مونة وناجية. ايوة صح. أنا بحب مونة ونور كان بحب نادية. ونور كان بحب نادية صح. وكانت البداية صح. وبعدين بدأت أعملت بقى البيئي كله أعمال مع يوسف شهين. يعني مع. معظمها. لا كل ما في كل الشغل مع الجو طبعا أنا كنت مع يعني في التمثيل يأما في التوزيع. بس ليه التمثيل. توقف يعني توقف بعد شوية وبقيت بس موجود معاه في المكتب. لا أنا الآخر وقتا معاه فيها هي فوضى. اه عملت فيها فوضى فعلا. لكن طول الطريق ده. ما رحتش بقى مع مخرجين تانين أو حاجة. لا أنا شغلت مع كل. أنا شغلت مع مفيش حد مش شغلتش معاه. اه. أنا شغلت مع محمد عبدالعزيز مع. لا أنا قصد يعني يعني. كل التلامسة يوسف شهين. بس بطلت أكتر مع يوسف شهين. طبعا. هو الأستاذ هو اللي بيعلم كل الناس. دي حقيقة. كان منحظي أن أنا معاه على طول. أنا عملي ما كنت بفهم يعني يوسف شهين مش بس مخرج عادي. هو كمان محب للموسيقى والغنى. وبدليل إن هو لما شافك وإنت كراقص. هو كان يعشق الحياة ويعشق الفن ويعشق الموسيقى. كان مثقف. كان عنده فرنساوي وإطالي وإنجليزي. برفت. هو تعلم في أمريكا. ورجع عملنا. يعني كان يستشف العصر اللي جاي. وعملنا حاجات جديدة خالص علينا. ما كنت ناس متعودين عليها. يعني أول فيلم عمله سنة خمسين. كان بابا أمين. ده خيال علمي. وواحد توفى وعاس وجيه. اللي هم بقلت بيعملوه في السوشيال ميديا الجديدة. فهو تشوفي بابا أنت من سنة خمسين عمله. يعني في فيلم مثلا أنت حبيبي مع فريد لاتر. طبعا فريد لاتر. ده كان أول فيديو كليب. صحيح. وهم اللي اتنين عملوا مع بعض حقيقي فيديو كليب. وقبريته. يوسف شاهين كان بيحب نفسه كممثل. هو أساسا كان نفسه يبقى ممثل. ولما درس في أمريكا درس التمثيل. لكن للظروف الخارجة عن إراته أو المنتجيين أو مش عارف إيه. قالوا لأن أنت يعني خليك في الإخراج أحسن. وفعلا هو. لكن السؤال بقى وإنتوا مع بعض في الكواليس. بيحب نفسه كممثل يعني كان نفسه يكمل كمان. مؤكد. كان نفسه يكمل. طبعا. يعني زع فيه التلفزيونات الفرنسية. أنا شفته وأنا سويرها. أول مرة في حياتي كنت في فرنسا. وشفت باب الحديد. كان في برنامج زينادي السينما. زعوا الفيلم. وبعدين لقاء مع المبدع يوسف شاهين. والمزيع وقعدوا يتكلموا على الفن. ده كان يوسف شاهين. كان موجود طول الوقت. لسه مزيد من الكلام مع الفنان الكبير سيف عبد الرحمن. اللي رافق رحلة يوسف شاهين لوقت طويل جدا. كواليس تانية. انتظروها بعد قليل. ما زلنا في التساعة نحي ذكرى الفنان الكبير يوسف شاهين. وذكرى ميلاده. وزي ما انتم شفتوا الصورة بتقول. انه بجد مش بس عمل أعمال عادية. لكن كمان خد تكريم كبير من كان عن معظم أعماله. ده طبعا يوسف شاهين. انه هرجع تاني لضيفي الفنان الكبير سيف عبد الرحمن. الصورة بتقول حاجات كتير قوي. انت بتقول لي انه باب الحديد اتعرض في برلين. وهو خد أحسن ممثل. كان متصورين ان مش هو الممثل هو المخرج. متصورين ان يوسف شاهين المخرج جاب ممثل من الشارع اللي هو عالوجة كده بتاع الجرائد وعمله. لو كان ساعة تعرف ان المخرج هو الممثل اعتقد كان خد كل الجواز بتاعته. كل الجواز. ومع ذلك خلاص مش في خط الاخراج أكتر منه. فسنو عمل دور بس صغير في حدوطة مصرية. وعمل في اسكندرية كمان وكمان لانا قصد حياته يعني. طيب الكواليس بقى وهنا برضو بنشوف مش عارفة لو عظيمة يرجع لنا. ويوسف شاهين بيتدرب على الرأس. يعني كنا بنشوف الفنانين معاه. اللي بتاع عمر عبدالجليل. عمر عبدالجليل. عمر عبدالجليل. محصل محيدين. كلهم كانوا يعني فاكرة مع عمر عبدالجليل بالذات. اسكندرية كمان وكمان. لما على موسيقى ألف ليلا وليلا. ألف ليلا وليلا ومكلسوم. الرأسة دي أولا هو كان عاشق لأمه كلسوم. مكلمني عن المشاهد ده. أنا متأكدا انت كنت موجود وحاضر له تصوير. هو يعني حقيقي يتولد عشان يعمل فن. يعمل إخراج. يعمل مزيكة. يعمل رأس. وكان يحب الرأس يحب اللي بيرأسه. لا يعني كان بيرأسه وبعدين. آه هو اللي مرن عمر عبدالجليل على الرأس. هو اللي مرنه بنفسه. بشخص. آه. آه. يشغلوا المزيكة ويرأس ويجرب ويوقفوا. بالضبط. والإقاع. كان ودنه حلوة وبيحب المزيكة وبيحب الرأس. وكان بيحب فريد أستير وكان بيحب جين كيلي. يعني على مستوى. فبالتالي بيطلع الفنان مش بس بيقدي بيطلع وكأنه راقص. بظبط. رائع. آه. ومدرب ومعلم وأستاذ. آه. كان بيحب الحياة. بحب السعادة. يوسف شلين إزاي جعل صوت أفلامه محمد مونير. آه. هو اللي اكتشف محمد مونير. وداله أول فوصف. حدوطة مصرية. بعد كده فعودة في الإبن الضال. آه وعودة. بعدين حدوطة مصرية. وعمل معه بطولة. اللي هو دور. اللي هو دور شخصيتي أنا. قصديق ليوسف شهين. صحيح. فعمل نور الشريف ومحمد مونير. آه. ده في الفيلم. في الحقيقة وفي الفيلم. في الفيلم. آه. وبعدين يوسف شهين. مش بس. ده ألف مزيكة. آه. مع وطيفة ومع. صحيح. آه ومع محمد نوح. آه. خالد محمد نوح هنا. عمله مزيكة في فرنسا. في مصرح. الإيليزي. في كالوجي ده. البركام ايه. ايه اللي كان يلفت انتباهه. وده سؤال برضو لحضرتك. يعني. كان يقولك ايه. كان يقولك يسيف. لا ما تعملش ده. لا اعمل ده. يعني ايه اللي كان يلفت انتباهه في الممثل. ويوجهه ازاي. هو كان حابب الممثل. وحابب الموثلين بتوعه. هو اكتشف عبر الشريف. النجم العالمي. صحيح. فهو كان صديق اصلا ليه كمان. وكان صديق اصلا ليه اه. كانوا يلعبوا باليارض بعض بعض. صح. وخد احمد رمزي نفس الحكاية. صحيح. يعني. هو اكتشف كل اغلب ممثلين مصر. مع محمود المديجي. في الارض. في الارض. شخصية تانية مختلفة تماما. مش ممكن. يعني نقل مرحلة تانية لمحمود المديجي. اللي الشغل مع يوسف شهين. ادوا مع يوسف شهين. مستوى مختلف تماما مع اي مخرج اخر. كلهم. يوجه ازاي. انا عارف انه هو صارم جدا. المكياج الموعيد. اللبس. يعني لازم. هو يحب الموصل يبقى متفرق وبيحب شغلته. فضيل. مش مرس جاي اقل منظرة او شهرة. لا لا. الشرط الاساسي في الحياة ان اي موصل معه. يتفرق له تفرق كامل طول مدة الفلم. يعني مش حلة تانية. من شوية شفنا وهو بيحي ده كان في مهرجان خان. مهرجان كان. اخذ الجايزة الخمسينية. الخمسينية عن مجمل. اللي مش حلتترق بعد خمسين سنة. على مجمل اعماله وعلى فيلم المصير. يعني هو اخذها يعني قدامنا لسه يعني. خمسين سنة لو حد تانية يجي يخدها. لو حد تانية يخدها. اخذها عن مجمل اعماله والمصير وشفنا كل يمكن نجوم المصير. المهرجان كله قامس قفله واحتفاله دي. وهو قال يعني كان نفسي منتظر الجايزة دي من ثمانية وتلاتين ساعة. كانت الجواز بتساعده. بس هو كان استهلها طبعا من زمن خالص. وهو في مهرجان قرتاش خاد الجايزة الأولى. الضهر. صحية. وفي مجهر برلين مع اسكندرية ليه. اخذ الجايزة من النقاط الفضة. اخر ايام يوسف شهين. ايه اللي كان بيساعده و ايه اللي كان بيضايقه. هو طول عمره يحب الفن و يحب السينما. و تخلق عشان يعمل سينما و يعمل فن. اللي كان بيضايقه طبعا المعاقات والروتين والبريقراطية و شغل الموظفين ده. بس كان بيعرف يتغلب عليه. عملهم انه مجنون. فاقول له ديوس مجنون. عجبته حاجاته انه اه مجنون. بس يعني انه هو عايزه. كان بتفرج على افلامه. مؤكد. فرج عليها مرة و اتنين و تلاتين. بيحب ايه اللي نفسه. ده هو يعمل يعمل منتاج بتاعها. هو البيان المثيقة بتاعيتها. لا اصلي لما بتتزع بقى على التلفزيون. بيشوفها. ولا خلاص ما يهتمش بديه. لا في حاجات ما يقدرش ما يهتمش فيها. او ما يحبهاش يعني. باب الحديد لازم بيحبه. بيحبه. الارض بيحبه. اسكندريلي اللي هو حياته. كان بيشوف محمود المليجي ابوه بجد. و شايف محسن المحديد. بعيدا عن المكتب و الفن. بيكلم في يوسف شهينة. ما كنت تعوده بقى عادات عادية جدا. ايه اللي يلفت انتباهه؟ مصر. كان بيحبه مصر. و عايز مصر دي تبقى احسن بلد في الدنيا. و كان تملي في المعارضة عشان قاتل يقول الدول والحكومات والدنيا. ان ده غلط والصح كده. ما كانش عايز حاجة من الحياة. لنشوف مصر احسن بلد في الدنيا. ما كانه المفضل كان اسكندريا ولا القاهرة؟ يعني طبعا اسكندريا كان شبابه و نشقته و عشقه الكبير. لكن بعد كده بقت مصر كلها. مش بس اسكندريا ولا القاهرة. مكتبه كان في وسط البلد. كانت بتاعني ايه وسط البلد ليوسف شاهين؟ الحياة. كنت بتنزله وتتمشه؟ طبعا. فول بقى و طعمية. شمبيون. ابو طارق بتاع الكشري. اه بتاكلوا كشري بقى و فول و طعمية. اه طبعا. و كان الناس عارفين ان الناس عارفة ان ده يوسف شاهين. و كانوا يقولوله ايه؟ يعني رجل الشارع المصري كان يقول ايه؟ كان يحبه جدا. و يقولي يا استاذ يوسف احنا ما عفلناش الفيلم. لكن من فرلك متتغيرش. اعمل ايه انت بتعمله؟ استمر يا استاذ يوسف. انا سمعت ده بودني. و احنا ماشينا في الازهر. كان يقول ايه؟ و مع ناس الشعب المصري البسيط. ستات عواجيز. كانوا يحب يوسف شاهين. و يسلموا عليه و يتصوروا معاو. و هو كان متواضع و كان بيحب مصر. هو ابن مصر بيحب مصر. بيحب الشعب المصري. عايز مصر يزيب احسن دنيا. احسن حاجة في العالم. وبسيط ينزل و يمشي و يصور في الشارع. و يحب يصور. و الناس يحبه. هي الناس اللي بدافع عنه. يعني في مقازمة فيلم المهاجر. قالوا له يبقى معك حرس خاص. قال لا. انا الشعب ده هو اللي بيحميني. اه. انا ده هو الولادي. ده هو الاهلي. ده هو الحبيبي. انا مش عايز حرس خاص ولا حاجة. اه. عايز يبدل ماشي زينا. اه. ده اهم حاجة. الشغل والشغل والسينما بالتحديد يعني. لما كان بيسافر برا مصري كان يهمه يتفسح يشوف. ولا يروح يتفرج على السينما. يروح يتفرج على السينما و مصرح. طبعا. احنا اياه ما تفرجنا على المصرح الانجليزي و المصرح الفرنسا. طبعا اكيد. و انا كنت معه. امره ما عمل مصرح. وعمل مصرح في فرنسا. في الاليزي. عمل. عمل صح في الاليزي. كلمة فعلا. وخد محمد بنوح عمله المزيكة في الاليز كمان. صحيح. صحيح. اه. يعني ليه يوسف شهين تجربة التلفزيون كالتقيلة ما عملتش وقت. لا ما فكرش يعمل التلفزيون وكان حتى عمق مش مليئنا. لكن كان بالنسبة لنا السينما ده السعر. ما كانش عنده وقت. بتعيش مدى الحياة وعمرا ما تتنسي. والناس بتنزلك لغاية عندي. بتروحي بتعمل مجهود عشان تفرج عليك في السينما. والفرجة في السينما في الشاشة الكميرة مختلف تماما. يعني الفرجة في اي حالة تاني. كان صاحب نجومه يعني خلص الفيلم. يعني حضرتك كنت معاته للوقت. بس كان خلص الفيلم يسأل. يرفع السماعة يكلمهم. يسأل عليهم. ولا خلاص بيبقى مشغول. لا بالعكس. كان بتبطوا علاقة بمواصلينه جدا. كان بيعتبرهم اخواته وحبيبه وأهله. بيحب المواصل بتاعه. مين الاقرب اللي كان ليه حتى اخر اللحظات. كلها. يعني خالد النبو طبعا يسرى. طبعا يسرى. يعني مفيش حنان تورك يعني. وهالة صبقي. هالة فاخر. محمود حميدة. مش عايز انسى حد يعني. كلهم كانوا وحباء يعني. بيحبوهم بشكل شخصي. بلقا دمين. هو كبال آدم مكننين. مين من المخرجين كان يقول يحب شغله. مخرج مصري. ما يحب الشغله؟ يحب شغله. اعتقد كلهم. حسين كبات كان يعني نسخة اخرى من يوسف شاهين. اه كان يحب شغله حسين كبات. اه. وهو كان يحب زمائل المخرجين. يعني هو اشترى في قصة سأمات من يوسف السباعي. عشان يوسف صلاح مصيف خلال جاية. كان يقولك. أستاذ صلاح مصيف. اه. وانتجهله وصلاح الأخراج. صحا. سأمات من عزة العليلي حاجة بديعة. عزة العليلي فريش شوقي. شوكار. لما كنت بتعمل انت مع مخرجين تانين. كان يعلق ويقولك ايه. حل وحش. كان يقوله حلو. كان يقوله حلو. كان يقولك حلو. وكان يقوله روح اشتغل. يعني اقوله انا جات دور في الفيلم وبتاع ايه رأيك. يقوله طبعا اعمله. اه. اه. ما تاخدش رأيه يروح اعمله. طبعا اقراه. يقراه فايقوله لا كويس. هتعمل كذا. هتعمل كذا. كنت استفادت بينه. ده معي يوسف شهين يعني. ما استفادش بينه ازاي يعني. ايوه صح. اه. مكتب يوسف شهين مازال مفتوح. الحمد لله. مازال مفتوح. جابي ماريان وولاد اخته مكملين. يعني ربنا يكرمهم. بيعملوا حاجات كويسة قوي قوي. بيعملوا افلام تخش مهرجانات. بيعملوا مسلسلات في التليفزيون. ومستمر ان شاء الله. اكيد. وبقت اكاديمية دلقتي. اكيد. افلام مصر العالمية دي شقة صغيرة. النهاردة ما شاء الله خدنا العمارة كلها. وبقت اكاديمية فنونة الشعبية. وبتقدم فن والسينما. يعني اكتر من مزارة الثقافة. او اكتر من اي موتيك تاني. لو كان يوسف شهين عايش في زمن السوشيال ميديا. كان هيتبسط او لا لا. اكيد. احنا استفادت بالتكنولوجيا اللي انه كان متقدم. مسابق عصم. فكان هيستفيد بكل ذا. يعني احنا بكاميرا تقيلة. وعشر رجالة يشلوها. وشريوه وحاجات كده. دلقتي بزرار واحد. بنافسه على الفيسبوك. تويتر ولا ما كانش هيدخل على حاجة فيه. لا ما افتكرش كان هيفاضل. لكن كان هستفيد من التكنولوجيا. هستفيد من الزراير اللي يعمل بها شغل احلى. ينزل اجزاء من الافلام وصورة احلى. يعني الشغل الدعاية ده كانش في دماغه قوي. ولكن شغل انه يعمل شغل احسن. اه ده كان في دماغه. اكيد كان ههمل من الاختراعات الجديدة. ده يجبه الالوان الجديدة. اهم مخرج عالمي كان بيحس انه بنفسه. او انه هو عينه عليه طول الوقت. سبيلبرج ولا حد تاني. ايه طبعا كان بيحب بيليبرج. بس هو كان بيعشق فليني. فليني. اه فدريك فليني اه. وقابلنا مرة في روما. وقال له انا بحبك وانا بان المعجبين بيك. اكيد. يعني بجد انا استمتعت جدا لان يوسف شاهين ده عالم. عالم عايز كلام كتير جدا. فنان سيف عبد الرحمن انت بتوحشنا. الله يخير. ودايما وعايزين نشوفك في حاجات كتير. تحت امر. ودايما كده متقلق وموجود. مرسي يا ستيك. ونهاردة الحقيقة في حديث عن يوسف شاهين استمتعنا. وبشكرك وتمنى لك دايما نشوفك في حاجات حلوة دايما. مرسي جدا جدا. وممتعك ده على الشاشة. شكرك جدا. انا اللي بشكرك. اليوم خلص بس لما تبتعد تتكلم عن يوسف شاهين. قبلها بتتكلم عن مصر. وهي بتعمل معرض الكتاب الدولي لدورة 54. وقبلها وقبلها رئيسنا موجود في الهند. علشان يقوم بنشاط مكسف. ويقدر يفتح أفاق جديدة تستفيد منها الدولة المصرية. ترجع لورا كده وتقول بلدنا عمرانة. بجد عمرانة. تصبحوا على ألف خير. دوري النهاردة انتهى. ألقاكم الخميس الجاي بإذن الله. أما التاسعة مستمرة غدا معكم في نفس الموعد. تصبحوا على ألف خير.